57 سنت للحديث أكثر حول وضع الأسواق ما الذي يمكن أن نتوقعه مع هذه التطورات على سوق السلع كذلك معنا سيد شريف سند الخبيل الاقتصادي صباح الخير شريف كيف يمكن أن نحلل حاليا سوق السلع لنأخذ النفط التطورات أو ما هي العوامل التي تدعمه أو تحبطه هل نقول أحيانا أن عامل مضيق هرمز قد يكون هو الأقوى في هذه المرحلة أم النمو العالمي نمو الاقتصاد العالمي أي أخبار سلبية من أوروبا هي التي تضغط على النفط أكيد طبعا أنه أهم العوامل في الوقت الحالي هي تحركات دراجي ماريو دراجي الرئيس الإي سي بي رئيس الإتحاد البنك المركزي الأوروبي وأيضا برنانكي يمكن التضارب ما بين الأخبار إن كانت إيجابية أو سلبية الآتية من القارة الأوروبية وآتية من المتحدة الأمريكية يمكن هي تعتبر من أهم المؤثرات التي تؤثر على تحركات أسعار النفط إن كان بالإيجابة أو السلبية نهيكي طبعا عن المعظم النتائج السلبية التي تظهرت من الصين ككونها اقتصاد مش متنامي بس اقتصاد قائد بالنسبة للمعظم الاقتصاديات في الوقت الحالي طبعا يمكن هناك فيه طبعات ومعظم المؤشرات الرئيسية في الأسواق الصينية أو في الأسواق الأسيوية ويمكن هذا فعلا بيحرك أسعار النفط أو بيبطئ تحرك أسعار النفط يمكن كان دائما هناك فيه توقعات أن أسعار النفط قد تصل إلى مستوى المائة وخمستاشر دولار أو 120 دولار بالنسبة للبرميل ولكن ما نرى في الوقت الحالي هي ضغوط على أسعار النفط خصوصا أن هناك دائما بعد ثالث لتحركات النفط وهي السياسة الانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر خصوصا أن تعرف أن أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية اللي يتم عادة انتخابه مرة أخرى فاجب أنه يسيطر على ملفين أول ملف هو أسعار الوقود أو أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية أو خفض مستويات البطالة أو ابقائها على نفس المستويات في الوقت الحالي فهذا ما يقوم به روميني وأوباما في الوقت الحالي أوباما هل نجح إلى حد ما؟ هو ستكون نوع نجح بفترة ولكنها كانت مؤقتة فيما يتعلق بالضغط على مستويات البطالة وإعادتها إلى المستويات ولكنها لم تستمر كثيرا بالضبط هذا يمكن أن يتفق معك ولكنه إلى حد ما أوباما حاول فعلا جاه يعني جاهد على قد ما يقدر أنه يحافظ على مستويات البطالة منخفضة أو يمكن هو خفضها منذ بداية الرئاسة ولكن ما أنا رأى في الوقت الحالي أن الروميني بدأ يتخذ منه نقاط عديدة حتى في السياسة الأمريكية يمكن التحدث الروميني بدأ يتجذب حتى أطراف الحديث مع بعض الدول أو إسرائيل وما إلى ذلك وبالتالي فيه هناك عاملية تحييزات الأمر فعلا ليه تأثيرات سلبية يمكن مضيق قرمز يعتبر هو سبب فرعي بس كرت ضغط على أسعار النفط في الوقت الحالي ولكن أنا لا أرى أي ضغوط من مضيق قرمز يعني مفعوله فقط أو هرمز لم يعد له المفعول الكبير هددوا بزمانه كثير فهو لم يقوموا بإيشها هنا يمكن أن أرى أن تأثيرات مضيق قرمز بس هي بتأتي عند التحدث عنه إن كان إيرام بتهدد أولئات المتحدة الأمريكية بترد على التهديدات يمكن هذا يكون نتائج مضيق قرمز على تحركات أسعار النفط لكن مفعوله كثير متواجد تماما غير متواجد في حالي فيما يتعلق حتى بالتحركات هل برأيك حتى بالانتخابات السابقة إن كنا أيضا نستطيع أن نستشف ما يجري على ساحة أو أرواق الانتخابات الأمريكية طيب هل كانت دائما الصورة أن المرشحين عادة يحاولون كسب أوراق بأيديهم طيب برأيك هل هناك ترجيح أن أوراق القوة ما تزال بأيدي أوباما رغم هذه التحركات التي يقوم بها رومني بخصوصا أنه كثير عم يشوفوا عليه يعني بعض السلبيات اللي متعلق بتحركاته هل شوف أقول لك الحاجة هل خلنا نتحدث أن أهم المشاكل اللي كان يتواجه أي رئيس في الفترة الماضية قبل أوباما كانت موضوع الحروب إن كان في أفغانستان إن كان في العراق إن كان في بعض دول أخرى أو الوجود الجيوش الأمريكية والأمر اللي بيؤثر على وزارة الخزان الأمريكية من النفقات العالية ولكن يمكن أوباما حدد الموضوع حدد تواجد الجيوش الأمريكية طلعنا من العراق وما إلى ذلك فأصبح هناك في خفض لتكاليف الجيش وتعتبر تكاليف الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية من أهم التكاليف اللي فعلا بتكون على قاطق حتى تخفضوا من قيمة الميزانية حتى من قيمة الميزانية المصروفة على الجيش وبالتالي أصبح هناك في اتجاهات عديدة جدا من أوباما لخفض الجيش يمكن خليلا تحدث أيضا على المستوى الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن خفض نسب الضرائب على المحدود الدخل ورفع نسب الفوائد على الدخول لهم تزيد عن حوالي 100 ألف دولار أو 150 ألف دولار. وبالتالي أصبح هناك فيه إلى حد ما تحركات لعمل عملية بالانس أو توازن ما بين الدخول أو مستوىات الدخول في الولايات المتحدة الأمريكية. والمتلطب عليها طبعا مستوىات الضرائب. يمكن اللي فشل فيه أوباما إلى حد ما من وجه 12 الشخصية أو موضوع الاقتمام الصحي أو المدكال انشورنس. فعلا لما تقدم هذا ملف تماما في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر فعلا قد يثير. يمكن رومني بدأ يتحدث عنه وبدأ يستغل له ضده. هنا نوضع العصية في عربات أوباما فيما يتعلق بالرعاية الصحية. لماذا يمكن أن يساعد رومني بهذا؟ وهل لديه عصة صحرية؟. هو بالتأكيد لا طبعا. لكن طبعا السياسة دايما بيكون فيها عصة صحرية. يمكن مصائب قوم عند قوم من فوائد. هو بيستغل له. وفقط للإستغلال وليس لله. وقال العملية كلها انتخابات هي بتكون أصوات تغطية غير لا. يعني مش أكتر. وبالتالي بس هي عملية تكون تحركات ما بين أوباما للرومني. لأنه ما فيش أي حد في الأسواق أو حتى الانتخابات في الوقت الحالي غير رومني أوباما. وبالتالي عندما تحدث رومني بإيجابية عن شيء تحدث عنه أوباما بسلبية. وبالتالي والعكس بالعكس. وبالتالي هي عملية تحرك أصوات ما بين أوباما. ولكن أنا من وجهة نظر أن أوباما قد يتحرك لفترة الانتخابية مرة أخرى. وهذا ما تشير إليه معظم الترجيحات ربما أوباما. خصوصا أنه جنب أمريكا دخول فيه حروب. بالعكس سحب الجنود أو الجيوش من بعض المناطق. نتكلم عن دراقي. ماريو دراقي. وهل لديه عصة صحرية أخرى؟. يقول أنا أرى. الجميع يجمع على الأقل باتحاد الأوروبية دائما ما نسمع هذه التصريحات. لكنها بدون فائدة. أين الضوء؟. في نهاية النفق دائما. والنفق يترجع تنفتح أنفق جديدة. ليس فقط نفق منخلص منه. بيطلع واحد جديد. صح. بس أن المتفق تماما معك. يمكن هو الفرق ما بين ماريو دراقي وتريشي عملية التحدث. هو لابق جدا دراقي في التحدث بالنسبة للوكالات الإعلام وبالنسبة للأخبار. يمكن دائما بيقلل تأثير الصدمة. ولكن هي طبعا صدمة تكون واقعة. حتى من قبل مشكلة إسبانيا والتحدث أن قطاع البنك وقطاع المصر في أسبانيا قد يحتاج فعلا قروض قوية من الاتحاد الأوروبي. وطبعا كانت أسبانيا دائما تحدث بسلبية. وكانت تحدث فعلا بنوع من أنواع الأجريشن العلم العدوانية حتى في التحدث حتى. خصوصا هو طلياني وهنا إسبانيا كمان. في عندهم هذه الإشكالية. فأصبح أن هناك دائما كان فيه عملية امتصاص للأخبار السلبية. لحد ما لك أن تبقى الأخبار السلبية في القارة الأوروبية قائمة. يمكن أن ننتهينا من أسبانيا. أسبانيا فعلا أوضحة. ونخرج ثاني مرة أخرى في السيناريو اليونان. أن أسبانيا سوف نرى أكثر من السيناريو لمساعدة إسبانيا من قبل الاتحاد الأوروبي أو المصر المركزي الأوروبي. وبعدين نرى الشروط. هل يرأيك السيناريو المساعدة قائمة؟ وقد نرى في إيطاليا. أكيد. لم يمكن. تم تخفيض التصنيف الاقتماني لإيطاليا تم تخفيض التصنيف الاقتماني لأسبانيا. كيف عن طريق شراء فقط سيلوح لشراء السندات الإسبابية؟ أكيد. فخفض السندات الحكومية. وبالتالي الصين اللي دائما كانت بتلعب بلكات أنه سوف نساعد اللقارة الأوروبية الخروج من الأزمة. سوف نساعد. سوف نساعد. سوف نساعد. ويمكن رأينا معظم أخبار الصين في الفترة اللي فاتت سلبية. وكنا متوقعين أن الربع الثالث من عام 2012 يكون فيه أخبار سلبية للاقتصاد الأسوبي بقيادة الصين. اتحاد الأوروبية مرة أخرى. يمكن المملكة المتحدة وضحت أنها عندها مشاكل من بداية العام. لما كان فيه هناك دائما اجتماعات في بروكسل مع اليو كي مع الاتحاد الأوروبي. يتحادل بأزمة اليورو. يمكن المملكة المتحدة لما وضعت الشروط وقوانين صارمة. اللي هي فعلا لا يساعد لديها أي استعداد على مساعدة الاتحاد الأوروبي لخروج من الأزمة. كان فعلا هذا من أهم المؤشرات متوضحة المملكة المتحدة فيها فعلا مشكلة اقتصادية. وهذا ما رأيناه في الربع الثالث أيضا من عام 2012. فأصبح هناك فيه مؤشرات القارة الأوروبية فعلا اقتصاديا فيه تهالك إلى حد ما أمام العملة الرئيسية. يمكن أنا لا أرى انخفاضات للدولار أمام اليورو في الوقت الحالي. على عكس ما هو ضعف في يورو أمام وضع المعملات الرئيسية. يعني وبرأيك اليورو قد يكمل فوق الـ 26 مثلا. هل يعود هذه المستويات؟ هل يتحمل فعلا كل هذه التبعات السلبية؟ وتستطيع أن تأخذه إلى أعلى من 23 وقد يصل مجددا إلى دولار 26؟ نحن نتحدث بالنظر الرسمي بأربع السنوات. يعني بربع السنة أو الربع السنة الثانية. يمكننا رأينا أننا منذ بداية عام 2012 كنا على مستويات الـ 31 و32 دولار 31 سنة أو دولار 32 سنة. ويمكن في آخر ستة شهور أو في آخر خمس شهور أصبحنا في مستويات الـ 29 و26 انخفاضا لمستويات الـ 21 ويمكن في مستويات الـ 20 و80. وبالتالي أصبح هناك في عملية صورت جراوند يعني في قاعدة قوية رئيسية بالنسبة لتحركات اليورو ما بين الـ 26 أو الـ 25 دولار 26 و25 ودولار 20 سنة. وبالتالي أصبح هذه التحركات السايدويز أو التحركات الأفقية إن كان إيجابا أم سلبا أصبحت هي محرك اليورو في الوقت الحالي. ولكن هذا إندال طبعا بيدل أن نحن قد ننخفض المستويات الـ 1 دولار 18 سنة أو دولار 15 سنة. يعني قريبا سنراها؟ ممكن نراها في نهاية الربع ثلاث من عام 2012 على حسب تحركات الدراجي في الفترة المقبلة. أنا مرة أخرى بأشر أن الدراجي ما عندوش العصايا سحرية. ما عندوش أي شيء. يعني هو فقط يعني صقاعة صوتية. بالضبط يمتص الأخبار السلبية الآتية من أي دولة. ولذلك اليورو سوف يعني لن يتحمل ربما هذه الضجيج يعني سوف نذهب إلى فاصلة نقي كمعنا سيد شريف سند. فاصل قصير ونواصل بعده مشاهدنا أبدا.